السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة والحقيقة في الحلقة دي الناس كتير متلغبطة ناس كتير بتحب وناس كتير بتكره وناس كتير في النص مختلفة وناس الحقيقة بتبجل وخلاص أنا بتكلم عن ذكرى مولد جمال عبد الناصر مولد جمال عبد الناصر اللي هو المولد برضو هيفضل جمال عبد الناصر هو الشخصية الأكثر تأثيرا في تاريخ مصر الحديث مش بالضرورة يكون التأثير ده إيجابي لكنه ممكن يكون أيضا سلبي هتلر هو الشخصية الأكثر تأثيرا في القرن العشرين ولكنه هتلر المهم أن محدش يقدر ينكر أن عبد الناصر عمل حاجات كتير في مصر حد يقدر ينكر عمل إيه عبد الناصر في مصر وإزاي بعد أكتر من 100 سنة يعني 104 سنة لحد النهاردة إحنا لسا عايشين في نتائج ثمار عبد الناصر ومش أي مش من رأي بس أنا بس اتفرجوا على بقية الأراء اللي بتتكلم على تأثير عبد الناصر يا حضرات ناخد كده رأي الناس النهاردة في جمال عبد الناصر الشروق رئيس القومي لحقوق الإنسان عبد الناصر حقق لمصر نهضة ستبقى أثرها جمال عبد الناصر ده كلام رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لكن كمان كان فيه ما عبد الناصر عد على مفكرين كتير وكتاب كتار جدا وفنانين نشوف مثلا ناس قالت إيه عن عبد الناصر في المجال ده أم كلسوم قالت عبد الناصر ناضلة من أجل الشعب وعزته وكرمته واشكتركيته ولم يأبه للمخاطر التي تهدده إنه البطل الذي كان ويكون وسيكون دي تصريحات صحفية الحقيقة لازم تحطها في وقتها الشيخ الشعراوي قال على عبد الناصر عندما هزمت مصر في نكسة 67 سجدت الله شاكرا وفرحت لأننا لم ننتصر فكيف ننتصر ونحن في أحضان الشوعية فهذا الناصر كان سيصيبنا بفتنة في دينا ده الشيخ الشعراوي حط الحاجات في مكانها طاق حسين قال عبد الناصر حاول أن يوافق بين الاشتراكية والديانات السماوية فأدخل في بلادنا اشتراكية لا تمس الإسلام ولا تمس المسيحية بأزى ولو من بعيد ده كلام عميد الأدب العربي الدكتور طاق حسين عمر الشريف النجم العالمي قال عبد الناصر كان رجل مجنون قاد البلاد إلى الهوية كان يعتقد بجهله أنه باستطاعته هزيمة اليهود بكتبة حرب الستة أيام ده كلام الأستاذ عمر الشريف أما عمر موسى فقال عبد الناصر كان يستور التعامل خاصة له من سويسرا وشهدت هذا خلال عملي بالصفارة المصرية في سويسرا وهو دكتاتور قادة مصر للهزيمة دي في تصريحات صحفية ده عن رزد فاتن حمامة قالت رأيت ظلما كثيرا وقررت ترك مصر سنة ستة وستين ولم أعد مرة أخرى إلا بعد وفاق عبد الناصر كوني كنت أعيش كابتا وحبسا دي فاتن حمامة في أحد اللقاءات التلفزيونية أو الصحفية دي فاتن حمامة أما هيكل عبد الناصر فأن تأثير عبد الناصر يصل وراءها إلى أكثر مما تصل إلى سلطة الدولة اللي كان يحكم فيها ده هيكل اللي هو دكتور مصر محمود قال عاش عبد الناصر عشرين عاما في ضجة إعلامية فارغة سمأ فاق على هزيمة تقسم الظهر وعلى مئة ألف قتيل وضاع البلد وضاع المواطن ده من كتب الإسلام السياسي والمعركة القديمة للدكتور مصطفى محمود ده بعد ما قيل عن عبد الناصر برضو على فكرة الأستاذ الفنان أحمد رمزي كان له كلام عن عبد الناصر في المجال ده برضو لا يقل عن كلام عمر الشريف إنه كراجل مجنون ده ناس بتحب عبد الناصر وناس بتكره عبد الناصر لأن نشوف فيديو ده محفوظة أخطر شيء في عصر عبد الناصر كان هو مصدرة حرية المصرية نسمع الفيديو ده كده يعني عملنا في روحنا عاجات توضب أحسن توضيب لهزيمة مضطرمة هل قلة الديمقراطية أو نقصها السبب اختفاء الديمقراطية سبب جميع التوادف زي مش رح طيلك لأن الديمقراطية أقدم فيها الرقابة والصوت الحر يعني كان الناس اللي في المعتقلات كانوا هيقعدوا في البهلغان يتكلموا حاملة زي حاملة اليمن كانت هتناقش نروح ازاي نبعد صلاحنا الرأش نخليها للمتطوعين هل ممكن نبعد جيش وقدامنا إسرائيل كلام عشان ننتهل ايه للرأي الصح كل شيء كده كل شيء فيها كده الديمقراطية نزيتها انها حتى ما تغلق معينه نجيب محفوظ عمره ما قال رأيه صراحة حتى في روايته يوم ما قاتل الزعيم ما قالش رأيه صراحة في عبد الناصر لكنه في اللقاء ده قال صراحة رأيه ايه في عبد الناصر كل اللي عاشوا فاتة عبد الناصر كان ليهم أرى اما معه او اما لأ لكن تعالي نشوف رأيه السيسي ايه في عبد الناصر ايه اكتر شيء لفت نظر السيسي في عبد الناصر طوله زعمته فكره الاشتراكي ثقافته يا ترى ايه اكتر شيء لفت نظر السيسي في عبد الناصر نشوف الفيديو ده كده الزعيم الراحل عبد الناصر كان محظوظ صحيح لانه كان هو اللي بيتكلم والاعلام معه لو علي حط الفيديوهين دول جنب بعض هيبقوا فيديوهين كوميديين جدا وكأنه الكاتب الكائبية النجيب محفوظ بيرد على غباء السيسي لو السيسي كان متابع نجيب محفوظ فعلا كان عارف ان البقين اللي قالهم دلوقتي هما نفس البقين اللي انتقد بيهم نجيب محفوظ عبد الناصر مصادرة الحرية مصادرة الرأي عبد الناصر كان بيأمم كل شيء أمم الصحافة وأمم الجامعية الأهلية وأمم الشارع وأمم الأمن وأمم الجيش الكلام ده قاله نجيب محفوظ لو كان السيسي سمع البقين دول من نجيب محفوظ ما كان شاءال ان اهم يلفت نظر في عبد الناصر انه كان هو يكلم الناس وراء لحد ما الناس لبست الحيطة الحقيقة السيسي برضو في مقاويت عبد الناصر بيتكلم نشوف الفيديوهين براويا علي براويا علي الفيديوهين دول هم أصدق تعبير على جهل السيسي اللي لافت نظر السيسي في عبد الناصر انه كان بيكلم والناس وراء اللي عاب نجيب محفوظ فيه على عبد الناصر انه كان بيتكلم ومو حاجة تاني بيتكلم اسمع الفيديوهين عملنا في روحنا حاجات توضب احسن توضيب لهزيمة محترمة هل قلت الديموقراطية او نقصها السبب اختفاء الديموقراطية سبب جميع الجوادث زي ما شرحت لك لأن الديموقراطية أقدم فيها الرقابة والصوت الحر يعني كان الناس اللي في المعتقلات السحابة بحل عبد الناصر كان محزوز صحيح لأنه كان هو اللي بيتكلم والإعلام معه حضراتي السادة انتو امام ديكتاتور جاهل ديكتاتور حتى مش عليه يفكر في انه الناس انتقدت دفع عبد الناصر ما لفاتش نظرك في عبد الناصر غير اسوأ عيوب عبد الناصر ومع ذلك السيسي طالب بمنتهى البجاه حيقول انا بكمل المسيرة او بيكمل مسيرة عبد الناصر زي ما هنشوف في الفيديو ده مخضير واجلال نتوجه بها لرجل من اخلص ابناء مصر جمال عبد الناصر الذي اجتهد وفق محددات عصره ومقتضيات الزمان الذي عاش فيه وكان حريصا في كل الاحوال على مصلحة هذا الوطن وحريته وقرامة شعبي ونحن اذ نواصل هذه المسيرة بازلين اقصى الجهد لتحقيق المصالح العليا لمصر في بداية السبعينات لما طلع انوار السادات الى البرلمان بعد ما تولى رئاسة مصر وكان فيه تمثال نصفي في الجنب كده لعبد الناصر والسادات الحقيقة طلع مشي انحنى قدام التمثال ده في مشهد تمثيلي رائع جدا في نفس الخطبة دي قال ان انا امشي السير على خطة عبد الناصر فطلعت نكتة وقتها ان السادات ماشي على خطة عبد الناصر بأستيكة نفسي قصة ممكن تنطبق على السيسي اللي بيقول انه بيكمل مسيرة عبد الناصر لكن في الحقيقة اي مسيرة تقصدها في عبد الناصر مسيرة نصر الفقراء ولا مسيرة الدكتاتورية والطغيان اختار كده انما ما علينا السيسي يا ترى جاب منين الرأي ده نشوف كده السيسي لما سألوه انت بتقرى المين من المفكرين والكتاب نشوف كده السيسي قال ايه لمن يقرأ السيسي من المفكرين والكتاب كشف السيسي في حوار مع رؤساء تحدي الصحف القومية عن صورة الرئيس المثقف مش المؤمن بس ده المثقف بتاع كله المتابع لمؤلفات كبار الكتاب وعلى رأسهم الكاتب الكبير الراحل هيكل والعالم الجليل الراحل الدكتور جمال حمدان جمال حمدان لما لا يعرف هو جغرافي مصري عانى من فقر المجتمع المصري الفقر الفكري ومات وحيدا في شئيته في الدقي الاخة السيسي طالع يقولين انه بيقرأ مؤلفات جمال حمدان وعشان كده واحد من المطبلاتية بتوع السيسي في وزارة الثقافة وربما تكون الوزيرة نفسها فقرت كده ورأت انه عشان نكرم السيسي فاختاروا لمعرض الكتاب اللي هو في الشهر ده يناير 2020 اختاروا شخصية المعرض تبقى جمال حمدان اهو شخصية معرض الكتاب 2020 جمال حمدان من هو جمال حمدان متفوق بالدراسة ويتوقع الاشياء ده كلام فاضي ما لم تعرفه عن جمال حمدان مش عادة مش منجمات يعني في دورات الواحد وواحد وخمسين اعلنت دكتور هيسم الحاج ما شاء الله على رئيس الهيئة المصري العامة للكتاب اختيار الدكتور جمال حمدان فيلسوف الجغرافيا وشعر المكان والخرائط صاحب كتاب شخصية مصر دراسة على القرية في المكان شخصية العام لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والمقارر انطلاقه يوم 22 يناير ويستمر حتى 4 فبراير لكن امه ما زكروش كلام او كتاب جمال حمدان نفسه عن اليهود السؤال بقى هل ارى السيسي كتاب شخصية مصر جمال حمدان فعلا هل ارى مؤلف لجمال حمدان السيسي جاب رأيه ده عن جمال حمدان منين نخلي معرض الكتاب باسمه السنادي ده يعرفه نقرى بقى نشوف هل فعلا ارى بجد هل السيسي ارى كتاب او كتب جمال حمدان خلينا نشوف كده رأيه جمال حمدان في السيسي وفي عبد الناصر وفي امثالهم نشوف كده الاستاذ بلال فاضل كتب مقال ولا اروع ولا اروع في العرب الجديد من اين او مقتطفات من كتاب السيسي المفضل ده المقال وده بلال فاضل وبيسأل بقى بلال فاضل في المقال ده بيقول نبهني بعض الاصدقاء ممن يؤمنون ان سوء الظن من حسن الفطن الى ان اختيار الدكتور جمال حمدان اللي يكون شخصية العام في معرض القائرة الدول الكتاب قد يكون وراءه ما سبق ان تم نسبته في اكتر من نسبة الى السيسي حيث قال وقيل نقلا عن انه كتاب شخصية مصر الدكتور جمال حمدان هو كتابه المفضل ليبادر من مواطنين الشرفاء الى متح الكتاب والاشادة به وقامت بعدها احدى داعمات السيسي البارزات بتصوير اعلان داعم له وهي تمسك احدى مجلدات الكتاب وكأنها تقوم بقراءته نشوف بقى بلال فاضل قال ايه بقى جاب من جمال حمدان ايه اللي اتوقع به او اللي وصف به جمال حمدان عبدالفتاح السيسي نشوف كده صورة عبدالفتاح السيسي في كتاب جمال حمدان بيقول يقول جمال حمدان في الجزء التاني من كتابه عصر الرجل القوي او الفرعونية الكبيرة مثلا هو عصر التهريج والادعياء والمتجبرين عادة وعصر الرجل الصغير او الفرعونية الصغيرة هو عصر التفاهة والاوساط والمتكبرين غالبا وفي جميع الحالات فإن هذه الانتخابية تشجع العناصر الرخوة الهلامية الهشة الانتهازية الوصولية واللا فقريات أخلاقيا وتشجع بذلك مناخ النفاق والتزلف وتنمي روح الانحناء والخنوع والاستكانة وبالتالي تتكاثر وتفرخ الأزناب والزواحف والمتسلقات والهوام والإمعات وسائر الكائنات الدنيئة الزيلية القميئة في المجتمع وعلى العكس تحارب العناصر الصلبة الأبية المستعصية التي تتمسك بالكرامة والعزة فتضاد حتى تباد أو تنقرد وتتوارى بالتدريج فشلا وانهزاما وهكذا كثيرا ما يصبح الفاشلون أخلاقيا هم الناجحون اجتماعيا في حين أن الناجحين أخلاقيا قد يجدون أنفسهم فاشلين اجتماعيا وفي النتيجة تصبح الأمة وهي لا يحكمها أخيرة أبنائها بل ربما شر أبنائها أحيانا وليس هذا يقينا مما يثر الشخصية القومية في شيء بل هو يخربها على المدى الطويل تخريبا ويدفعها على الأقل إلى السلبية والصمت والتوجس دا اللي احنا بنعيشه حالين كمل بقى معايا يضيف جمال حمدان في موضع آخر يصف فيه الدكتاتورية وأثرها على المجتمع المصري الدكتاتورية على المستوى الفردي هي تعبير مباشر وضمني عن النقص فالحاكم الذي يعاني لأمر ما من مركب نقص شخصي أو فكري أو عملي إلى آخره يعاوض عن هذا النقص بفرض إرادته وما شئته بالبتش والقهر والتحكم والطغيان ليثبت لنفسه وللآخرين أنه الرجل القوي للرجل الضعيف ولا الرجل الصغير كما يشعر في قرارة نفسه أما على المستوى الجماعي فإن أصل الاستبداد والدكتاتورية هو بلا ريب التخلف التخلف الحضاري بعامة فالدكتاتورية هي نتيجة للتخلف وعلامة عليه مثلما هي سبب أو مضاعف له أيضاً وكل مجتمع استبداد ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي وكأن جمال حمدان بيتوقع أو بيرسم صورة مصر واللي هتحصل فيها دلوقتي الجزء اللي بعد كده اللي أخده بلا الفضل في كتاب الفرعونية السياسية أو بكل يعنيه تأثيره على المصريين كانت مصر أول وحدة سياسية أو أول دولة في التاريخ لكنها أيضاً صارت بها على الأرجح أول تغيان في الأرض وأقدم وأعرق حكومة مركزية في العالم ولكن أقدم وأعرض استبداد أيضاً لقد دفع المصري منذ البداية ثمن وحدته السياسية المبكرة من حريته السياسية واشترى الأمن الاجتماعي بالحرية الاجتماعية وفي النتيجة أصبحت العلاقة العكسية بين المواطن والدولة فتضاءل حجم الشعب بقدر ما تضخم وزن الحكم وكلما كبرت الحكومة صغرت الشعب أو صغر الشعب ده الجزء الثاني اللي أخده الأستاذ بلا الفضل من كتاب الأستاذ الكبير جمال حمدان والسؤال يا ترى أريت يا سيسي الكلام ده نسمع الجزء ده وبعد أن يتحدث جمال حمدان عن تأثير التغيان الطويل على المصريين قائلا لا يعرف تاريخ مصر من يمكر أن التغيان أو الاستبداد الباطش أحيانا غير الإنسان دائما هو كظاهرة وقعة موضوعيا وبعيدا عن كل تفسير شخصي أو تنظير أكاديمي نجمة دالة أساسية بل النغمة الحزينة فيه وأسوأ خط في دراما الشعب المصري وقد لا تكون مصر أكبر سجن في العالم قد لا تكون مصر أكبر سجن في العالم ولكنها أقدم سجن في التاريخ يضيف جمال حمدان قائلا لكن ليس حتما أن تكون مصر غارا داميا ولا سجنا كبيرا بل يمكن يقينا أن تكون وطنا ووطنا حرا كريما مع الضبط فقط ضبط الحاكم السؤال بقى للأخ بنشكر طبعا الأستاذ بلالفضل اللي فكرنا بالكلام الرائع اللي وصف به خاصة الجزء الأول خالص اللي وصف به حال مصر في الديكتاتورية لما تطلع الإمعات واللافقاريات الأخلاقية والانتهازيين الجزء دا حضرات اللي هو ده عصر التفاهة لما تطلع الكائنات الرخ والهلامية الهشة الانتهازية الوصولية واللافقاريات الأخلاقية ومناخ النفاق والتزلف وروح الإنحناء والخنون والاستكانة وتتكسر الزواحف والمتسلقات والهوام والإمعات وسائر الكائنات الدنيئة الزيلية القميئة في المجتمع وتحارب العناصر الصلبة الأبية المستعصية التي تمسك بالكرامة فتباد أو تنقرد وهذا كثيرا وكثيرا ما يصبح الفاشلون أخلاقيا هم الناجحون اجتماعيا في حين أن الناجحين أخلاقيا قد يجدون أنفسهم فاشلين اجتماعيا ده اللي بيحصل في مصر دلوقتي وكأن الأستاذ العبقري جمال حمدان من سنوات طويلة جدا توقع أن الحكم بتاع عبد الناصر ده اللي مستمر لحد النهاردة ناتيك تو دي مجتمع متخلف خانع مليان بالفقريات اللي أخلاقية والهوامش والإمعات مليان بالكائنات اللي على شكلة أحمد موسى وعمر أديب ووائل إبراشي وابراهيم عيسى مليان بالأشكال دي فقط لغير الدكتاتورية لا تنجب إلا دول الدكتاتورية حضرات لا تنجب إلا واحد زي السيسي عنده مركب نقص بيعوضه زي ما قال جمال حمدان بأنه يستبد برأيه النتيجة بعد كل ده ما أحدى من إنجازات عبد الناصر الصورة دي دي ده ده عبد الناصر وده السيسي على بيت لا علاقة له بالإنسانية لا من قريب ولا من بعيد في كل شيء لا في الضوء ولا في العمارة ولا في الأكل ولا في الشرب ولا يصلح إطلاقاً أنه يتربى جواه فرص أو خيل حضرات السادة المشاهدين بعيداً عنك بتحب جمال عبد الناصر أو بتكره جمال عبد الناصر الخلاصة إن جمال عبد الناصر كان زعيم حقيقي وكان له إنجازات مستحيل تقدر تنكرها استحالة تقدر تنكرها لكن أيضاً كان له أخطاء كارثية مستحيل تقدر تنكرها لكن لو عايز تحكم بجد تعالوا نبص نشوف بعد 104 سنة من ميلاد عبد الناصر أو بعد ما توفى عبد الناصر سنة 70 إيه اللي فاضل من إنجازات جمال عبد الناصر وإيه اللي فاضل من كوارث جمال عبد الناصر إذا كانت إنجازات وهي اللي باقية فيبقى عاشة الزعيم تحية الزعيم أما إذا كانت الكوارث بس هي اللي موجودة فيبقى فداهية الزعيم بعيدة للحب والكر نشوف كده ماذا تبقى من إنجازات وأخطاء عبد الناصر تعالوا نشوف لو بصيت على بحيادية على عبد الناصر لن تجد إلا كوارث عبد الناصر لم يتبقى من تاريخ عبد الناصر إلا الكوارث اللي أسسها وأخطر حاجة أسس لها عبد الناصر للحكم العسكري أخطر حاجة سبها لنا جمال عبد الناصر وأن أسس للحكم العسكري الجمهوريات الخامسة للجيش اللي وصلت واحد زي السيسي عنده مركبات نقص إنه يحكم أكبر دولة في تاريخ المنطقة أكبر كارثة إنه أسس لكل نظريات القمع ومصادرة الحرية وإخراس الألسنة باسم الوطنية بقى الأمن القومي هو المفضل على كل شيء أكبر كارثة عملها عبد الناصر هو حماية الفاسدين وغياب الرقابة أكبر كارثة عملها عبد الناصر هي البعد عن المحاسيب اللي وصلتنا لكوارث زي نكست سبع وستين وزي صد النهضة ويعالم يعالم إيه تاني هتلبس في مصر أكبر كارثة عبد الناصر إنه لغى حاجة سمعها المواطن لغى المواطن قتل المواطن باسم الوطن دي أكبر كارثة عملها عبد الناصر رحم الله المواطن جمال عبد الناصر شكرا